لم تعود الميليشيات في العراق أحدى السلطات فحسب بل أصبحت السلطة الأولى والأقوى في بعض المناطق كبابل مثلا وهو ما صلطت عليه الضوء صحيفة العرب الجديدة الصحيفة قالت إن 23 عملية اغتيال و7 عمليات اغتظاف تمت في أقل من شهر في المحافظة وسط تكتم إعلامي على أغلبها ومن أبرزها استهداف مدير عام جوازات بابل وضابطي أمن ومحامي بارز وناشط حقوقي وخريد مسؤولون حكوميون اتهموا وفقا للصحيفة فصائل بميليشيا الحجد بتلك الحوادث مؤكدين أن دوافعها طائفية وسياسية بحتة ضمن مشروع تغيير ديمغرافي كامل للمحافظة باستكمال ما بدأ بجرف الصخر وغيرها التي يمنع أهلها من العودة إلى مناطقهم منذ أربع سنين على يد ميليشيات العصائب وحزب الله والنجباء والخرسان وبدر التي وصفها أحد مسؤولي بابل بأنها حكومة الظلي في المحافظة ضباط بشرطة بابل أكدوا للصحيفة أن جرف الصخر باتت معقلا بارزا لأذرع إيران في العراق كما أنها تحولت لمركز اختطاف واعتقال ونقطة ينطلق منها عناصر تلك الميليشيات لتنفيذ عملياتهم كما أنهم معرفون لدى الأجهزة الرسمية فكل العمليات نفذت بسيارات تقل مسلحين في وضح النهار ويحملون هويات ميليشيا الحجدة وبعضها سيارات للشرطة وأخرى عسكرية حتى عملية اغتيال مدير الجوازات صفاء الدوليمي تم التحفظ فيها على كاميرات المراقبة التي تظهر وجوه المنفذين وتفاصيل السيارة التي استقلوها وإن حدث واعتقل المنفذون فإن أوامر عليا من بغداد تأتي للإفراج عنهم رغب وجود الأدلة الدامغة على تورطهم بتلك الجرائم بل قد يعاقب أفراد الشرطة الذين اعتقلوهم أو تتم تصفيتهم عضو نقابة المحامين في بابل حسين المالك قال إن بابل لم تتحول إلى وكر للميليشيات فقط وإنما أيضا إلى معتقلات ومراكز خطفة وهذا يطابق وصف النائب عن محافظة بابل كام النواف لعمليات الاغتيال في المحافظة بالممنهجة وسط عجز وتواطئ واضح من الأجهزة الأمنية ولعل حال المواطنين في بابل ينطبق عليه وصف الأسرى كما نقلت الصحيفة عن سكانها فالميليشيات تمتلك قانونا خاصا بها لا يعترف بأي عقوبة سوى القتل أو الاستيلاء على المنازل وترد أهلها منها أو فرض أتاوات مالية وهذا كله جعل من بابل أشبه بمدينة عصابات في أفلام هوليوود ترجمة نانسي قنقر